السلطة التشريعية الأعلى في العراق على خط أزمة التظاهرات وفق الدستور فمن تحت قبة البرلمان ستخرج القوانين والقرارات والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وغيرها جوهر ما يريده الشارع في احتجاجاته المستمرة منذ أيام ما يعني تحول الثقل الأكبر من بيت الحكومة إلى ممثلي الشعب والكتل السياسية اليوم الكتل السياسية والبرلمان العراقي هو صاحب المسؤولية الكبرى أكثر من الحكومة من يتحمل مسؤولية إقرار القوانين والقرارات لأن القرارات تحتاج إلى تصويت وتحتاج إلى قراءة أولى وإلى قراءة ثانية وتحتاج إلى استناد على المواد الدستورية تراكم الخلافات السياسية وانقسام الحلفاء وتقاربهم وتبعات تضارب المصالح وتقاسم المناصب جملة عوامل أسهمت في تدن الخدمات وتقييد العاملين في السلطة التنفيذية وفي فسح المجال أمام هدر المال العام منذ عقد ونصف هكذا يقول المراقبون في تحليلهم للمشهد العام في العراق أعضاء هذا المجلس وفي هذا الوقت تحديدا مع وجود تظاهرات ينتمون إلى الأحزاب إذن البرلمان لم يخرج إلى أن يكون هناك قوانين ومشاريع قوانين خالصة بعيدة عن التحزب السياسي والمحاصصة الطائفية ولأن البرلمان مكون من أعضاء غالبيتهم تنتمي إلى الكتل السياسية والأحزاب المتهمة بالتقصير فإن مهمة ممثلي الشعبي قد لا تخلو من مطبات سياسية ستفرزها الخطوات الإصلاحية المرتقبة الحكومة العراقية على ما يبدو نقلت الأزمة من ساحتها إلى ملعب البرلمان عبر حزم إصلاحية غالبيتها تحتاج إلى تشريعات قانونية وتاليا فإن ممثلي الشعبي في المجلس النيابي في مواجهة مباشرة مع الشارع لتلبية مطالبه محمد الفهد بغداد الميادين